الأولاد في البيت رياكشنهم بيبعملي هما بيسمعوك كده وانت بتنشيط والله الأولاد هي الكيني يعني بفضل الله عز وجل عندي الكبير عمره ست سنوات ما شاء الله الله أكبر والأصغر عمره أربعة والأصغر شي عمره سنة ونص ما شاء الله أسمعهم ايه بقى الكبير عبد الحي ما شاء الله نحن عنا عادة طبعا أهل حلب الأولاد كلهم أول ولد بيسموا عاسم الأب اه فنحن والدي اسمه عبد الحي فأغلبيتنا مسمي عبد الحي بس أخوي صغير ما مسمي يعني الأصغر بكري ما شاء الله الأصغر آسيا ربنا حميهم يا رب الله يحفظكم إلهي فبفضل الله عز وجل عندي الكل بتلاقيهم واحد ماسك الدوف بده يدق التاني عم يعيط وبيقول معي الصغيرة عندي عمره سنة ونص بس أكون عبق أنشد أو كذا بتصير بتجي بده تدق على الدوف بده تصيح تقول معي فهو سبحان الله يعني يقال إذا كان ربه البيت بتدفي ضاربهم فشي ما تؤالي البيت كلهم الرقص فهو أجواء يعني سبحان الله كل منشد أو كل مطرب إلا ما تشوف حدا من أولاده يكون مثلا بيغني أو بيعزف أو كذا أو شي يعني هي سبحان الله متل ما بقوله شغلة في الدم يعني ويعني خصصا الولد إذا كان من هو صغير عم يسمع نعم عم يسمع من والده عم يسمع مثلا من أهد أقاربه أنه عم يسمع أناشيد عم يسمع موشحات ماذا حسيننا نبي صلى الله عليه وسلم أو عم يسمعه عم يدق عدف أو كذا فبيبلش لحاله بيتعلم اشتركوا في القناة